يوما بعد آخر تتوضح أكثر حاجة العراق إلى تغيير نظامه السياسي أو على أقل تقدير إجراء تعديلات دستورية تضمن احترام الدستور ومدده ومواده ضربت المدد الدستورية عرض الحاقط لأكثر من مرة وهو أمر يراه بعض القانونيين طبيعيا بل وحتميا في ظل المطبات التي تعترض سير العملية السياسية مع أي دورة انتخابية ويرى هؤلاء أن ذلك لا يمثل انتهاكا للدستور بل عيبا خلقيا فيه مستردين إلى أن الحياة لن تتوقف إذا تم تجاوز المدد كما هو الحال في تسمية الرئاسات أو تشكيل الحكومة مثلما أن أصل بعض المواد أو موضوعاتها لا تنتهي إذا انتهت المدة الدستورية الخاصة بتشريعها ينطبق ما سبق على بعض المواد الهامة ومنها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها والمادة 65 الخاصة بتشكيل مجلس الاتحاد كما ويحتوي الدستور على مواد حمالة أوجه كالمادة المتعلقة بالفائز الأكبر وقد جرى تفسيرها عام 2010 على نحو أشار رئيس مجلس القضاء لعلى فأق الزيدان مؤخرا إلى أن التفسير لم يكن موفقا ويقضي الدستور أنه بعد حل مجلس النواب تتحول الحكومة الأصلية إلى حكومة تصريف أعمال مفترضا إجراء انتخابات اعتيادية كانت أو مبكرة في موعدها والالتزام بالمدر الدستورية لتشكيله وحيدة جديدة في الدورة السابقة تم تشكيل حكومة عادل عبد المهدي بعد ست أشهر من إجراء الانتخابات مع العلم أن إعلان النتائج تأخرت شهرين وفي هذه الدورة استمر ثمانية أشهر وحتى اليوم رغم إعلان النتائج السريع نسبيا وفي نظام برلماني كالذي نعيش تحت أفيائه قد ينقضي عامان دون تشكيل الحكومة كما حصل في لبنان مثلا وهنا تسكب العبرات فكيف يمكن لحكومة المقيرة الصلاحيات إداء مهامها على أكمل وجه وبما تقتضيه الحال في ظل تطاحن سياسي وغياب الداعم لسبب ما قد تكون خسارته أو انسحابه مع وجود من يتربص به الزلات سؤال يشغل الكثيرين وخاصة بعد انسحاب التيار الصدري أكبر داعمي الكاظمي فإذا كان الرجل يعتبر نفسه راقصا مع الأفاعي وحكومته بكامل الصلاحيات فكيف سيرقص مقيدا وبلا عصى يدفع بها عن نفسه أصل الموضوع أنه في ظل الدستور الحالي ومع نهاية كل دورة الانتخابية سنشهد شهورا من تصريف الأعمال إدلا حكمة أصيلة بلا ثقة البرلمان وليس هناك في الدستور ما يلزم البرلمان حل نفسه إذا أخفق في مهامه وتجاوز المدد الدستورية وسنبقى ندور حول قطب الرحى بلا طحن في العراق لم نصل إلى مرحلة الذكاء السياسي التي وصل إليها نابليون بونابرت ولكننا انتقطنا شيئا من مذهبه حين قال ينبغي أن يكون الدستور قصيرا ومبهما ودستورنا الذي لم يستطع حماية نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر